صباح الفل والياسميد ان شاء الله يارب نهاركم زين الناس لكل هذا نشرف في قيوتي ومانيش عارف اليوم ما نعمل بالضبط هذه البنات فطيرة تتعمل بالخميرة العربي وسميد وظهري تتخلط في زيتونة وإلا تتخلط في زيتونة والله نعمل بالضبط كيف تعمل تحسها قوية قليلا هذه يعملوها في قبل أكلة تقليدية والدي يوم آخر نهار في القراية ليس بيزا هكو والدي قال لي بيزا الروضة والدي طلبت منهم أكلة تقليدية ولبسة تقليدية كل شيء عاد حميتي فزة قامت عملت له هلف طائرة لذلك اسمهم السفنش من عرشكة لذلك تعرفوه لذلك كنا نعملهم بالزبيب وظهري عندنا يسربيوهم معجة هنا اسمهم السفنش يعملوهم مما قبل يجيب زيتونة ويجيب الخميرة العربي بارة حجنة حميتي الخميرة العربي تراصلون وزيرون، وتراصلوا تراصلوا هذا غدد جيد يجيب كم من نفتر ونرى ماذا نفطر ونرى ماذا نفطر ونرى ماذا نفطر هذو ما نلقى حضرتهم مع أحميتي بشهزة ما بولدي فيهم الكوركم وفيهم زبيب ورشت عليهم سكر سكر محور وميرمون بالسكر العادي اما بالنسبة ليلي نعكلهم ليس سكر برشا ويجا فيهم زبيب اشتركوا في القناة كي نختار له لبسه تقليدية والله ما نعرف التقص برد على الاخر ومش عارفش نبش نبسه كنت تذكره مضوما لبستهم وقتها الولدي واحدة كبيرة لبستهم في المولد وقتها كنت تذكره مضوما لبسه شاشية لا نحب لبسه جبة لا نحب لبسه جبة لا نحب لبسه جبة في طول ايه 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 ا obrig اص Santos ايه قمت بتدريد ملت قمت بتشميل ملت قمت بتحضير ملت قمت بتشميل ملت قمت بتشميل ملت مرتبطة هؤلاء أمام الجزائر و المصر مرحبا بكم من المغرب و المصر و السعودية و لبنان كل ما تبع فيها تحصلوا من اللبس و هل هم يطهروا يعني في الخيطين بتاعهم احنا الاكثر معروفين بالشاشية و معروفين بال هذه الدرشونة التسمى احنا بشكل خليل و هدية كهول تحسها فيلورو متع تقص طوى من جمشة لبسه جبا لابسوا هدية كمية مضحة سبادر من عرشي قبل يلبسلي سبادر هكا ولي هذه هي الجباة مزت ومسية المشكلة هي ان تجيش على طول والدي هدية قصيرة مصير مزيدة و المشكلة مصير مزيدة مصير مزيدة مصير مزيدة مصير مزيدة إن تحسوا ان تضع بيت في قناة احلوبة اه اه والله اتكلم مع واحد الشيكل كان هكذا لا والله يا سوريا لنبي بكل ولي بيع فيه بكل وكمان هكذا فتركك الشهداء هذا خلني شيء مقادي ان اختير فيها اجوة كل وكمتي كان بغض وكما قاعدين تشوفوا حميتي قاعدت حضرنا في فلفل محشي اليوم تلمينا في دار حميتي هكذا قصيت على روتين في الصباح في داري لما خفيفها في الدار وخرجت اخطوات كما شفتوا على اساس بش ندخل بيت نومي ونحضر وبش ركحت راكل بتاعها كما قلت لكم البارح ولدي حضرت له كتب ديلا وحضرنا له كل افطاير سفنش الي بالسبيب هذوكم اللبنين يتقلوا يتقلوا في زيت زيتونة بالرغم اللي الحكاية مصحية اما هما متسمين على زيت زيتونة حضرتهم حميتي مصباح اصخان بش يهزوا مولدي الروضة في منعرش على اساس بش يعملوا الحفلة وكل اخي ما ما صحاشوا الروضة مسكرة اني دي جاء البارح ما بعثتوش من اللي قالوا ما تمشيوش نهار الخميس العطلة وليت ما بعثتوش نهار الخميس الصباح ضغرة تخدم نهار نفس النهار يعني الخميس بعثنا للروضة العشية ما لقينها مسكرة يمكن مجاوهيش برش عبيد وكل شي نهار الجمعة ما حلتش وما صارش الاحتفال معناها كسفين جدكة كل كلينها احنا والتبديلة بعد ما لبستو حضرتو اللي نحيت هالو قاعدت حميتي تمشي وجيه عن روضة مسكرة ان شاء الله يلطف بنا والله العظيم من البلاد نكذبش عليكم لنحب ندخل فيسبوك لنحب ندخل نشوف الأخبار لنحب نتفرش في حتى شي قلبي مقبوضة على الاخر من الحكاية هذيك ان شاء الله يربي يسترنا وقتش هيك حاسيت الحكاية تخوف برشا بالرغم اللي هي دي جاء تخوف وفيديو سمعناها ان شاء الله ربي يلطف بنا ناس الكل اما كي شفت الكعبة وحدها وفارغة وكيفاش حاطيني لها كل السور وكل شي ما مندخلش ومنشوفش جزت حميلي تتفرج عليهم وكل قلبي بالحق وقتها حاسيتو خرج من بلاس نور ملمون في الأشهر الفضيلة هذية تبدأ العمره نسل كل طعم في العمرات وتبدأ الكعبة من شاء الله تبدأ محبيه والحقيقة وجعني قلبي على الاخر وحاسيت قلي بالحق الوضع صعيب وان شاء الله يا ربي تسترنا تسترنا يا ربي اليوم ما كما شفتو محميتي قاعدة تحضرنا فلفل في المحشي قصة المعدنوس والبصل وحاطت الروز واني قاعدة تعمل تحط في البفاية متاع فلفل محشي حاطت نانع فلفل أحمر فلفل أكحل وكركم وملحم حاطت فيه زيدال لياء وحاطت السكالوب عملته شوية لياء وشوية السكالوب اللي حصلوا جيبنينا على الاخر لحقيقة برغم اللي هو الفلفل مقلة وجحميتي حميتي ما تقلي شي فلفل محشي تقلي صحي أكثر وتشاركت معاكم اني طريقه متاع ماما المعدنوس تهرسوا بالمهريس الضبلو شوية معناه تهرسب شوية بالمهريس ونحطو فيه الكروياء احنا الانواع متاعه الحاجات هضمنا عملو بيهم فيهم الكروياء كروياء وشوي يتيبل كما الدوارة كما الشبتية كما المحشية كما الفلفل المحشي كل نحطو فيهم الكروياء متى ما تحطش الكروياء جزء كما اخط لكم اتفواحم في الفل الأكحل وفلفل أحمر العظم استحق منها لشتاك عبيت عظم. وطيبنا بيهم كسكسي بالفلفل المحشي ما نحكي لكم مش ما شاء الله هلية طيبتهم قاعد منه حتى حتى فهم ما شاء الله بنين على الاخر وعنا قديش على الفلفل الفلفل المحشي والحاجة هادوما ديما كيجيوا اخوات راجلي ديما يقولوا لها برب يحاول ما نطيب بنيش حاجة نعرف ونطيبوها في ديانة وحاجة نطيبوها ديما لطيبنا جيج لحوت للحم ديما حاول انك طيبنا حاجات احنا من من نستصعبوها من طيبوهم مش كل يوم زغطوه واحد بصغار وكل شي الفلفل المحشي وهالشبتية وهالمحشية وكل ما الواحد ما يعملهم مش جاة ديما هانا كيه كنا تلمو تحاول حمايتي كل ما تنوع عنا شوية فكل حاجات العربي اللي ما نعملهم مش في الدار هو ان شاء الله القرن انتع الفلفل هو كبير على الاخر ما يخوشوا برشا وقت وستهل على الاخر نحاتلوا اللقعامر متاعوه نحاتلوا ذوكوما كل القعامر هذيك من عجل وتسمي واه خاطر برشا يشان يتبعوا فيه كما قطركم السعودية فما البلد فما مصر كله وسمحوني خاطرني نحكي تونسي برشا برشا قد اتقلوا لي بربي رقص من اللاجهة التونسية حاول انك تفاهم من نسي الكل اما مرقيت شكي فيهش لحقيقة واخد راحتي في اللاجهة التونسية اكثر من اللاجهة الاخرين كيفاش بش نعمل اللاجهة مكسرة مانيش عارفة ان شاء الله في المتين القادم هني قادة نتفرج في القنوات المصرية وكل من اللبنان وكل شي وهان نحاول اني ناخد نخطف كلمات ونحاول اني نتفاسلكم بالجديد ان شاء الله في اللاجهة الجيهة اه 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 اي لان اعمل احميتي الكوسكسي برشا طلبين مني اللاجهة اضمه وصفات متاع الكوسكسي ان شاء الله يا ربي نحاول اني نقدم لكم الوصفات اللي نعرفهم من كله طيبوا بيهم الكوسكسي اليوم هكا بيزهر كوسكسي بلفل في المحشي اه احميتي درمي كل شي في فلفل بيرت بالنسبة لفلفل المحشي والدوارة والحم يعني فلفل المحشي نقلي نقلي شوية نقلي الطماطم وكل والله يقول مرة نكتشف ان فلفل المحشي حميتي تعملوا بطريقة هذية وعجبتني طريقة ان شاء الله نولي نعتمدها هي فلطة دجاجة صحية اكثر وزيد في البنة تلاف وشانية حطت الزوارة حطت الزوارة والفلفل احمر والمية حطته يغلي يعني تعمل في الكسكسي عولت ملفية من بعد رماتك الفلفل ورمات البطاطا رمات الحبص وفي الاخر حطت فلفل اكحل جسد فوحته فلفل اكحل وفلفل احمر وملح ودجاه هو الفلفل المحشي معنا يفوح روح وبروح وزاقت الكسكسي وهذا يكينا عشان على اليوم ان شاء الله يربي في الفيديو يعجبكم بالرغم اللي هو بسيط ومفيش حاجتك كبار اليوم لخاطر كي موقعت لكم تلأمينا اللوطة ومرجمش نصور حاجات اكثر من هيك متنساوا بشكل لايك لحميتي اذا تحبوا وصفة اخرين من الوصفة الاقدم يعني العربي اللي نعرفوه وكانت تحبوا على وصفة السفنج قولوا لي ونقول لحميتي تعاود تعمل هالله وان شاء الله يربي وان شاء الله يربي وقتنسوا بشكل جميع وضعه مرحباً مرحباً أبيل كنا جداً أصبحت مرحباً قصير لا أعطيه بطريقة أصبحت وضع نبض ترجمة نانسي قنقر